قرار جديد في لبنان بشأن وجود السوريين على أراضيه يلزم بترحيل كل سوريين دخل خلصة بعد الرابع والعشرين من إبريل العام الجاري مفاوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قالت إن السلطات اللبنانية بدأت بترحيل السوريين المعنيين وتسليمهم إلى دائرة الهجرة التابعة للنظام السوري هذا القرار سبقه قرار آخر في مايو الماضي منع بمجبه الأطفال السوريين دون سن الخامس عشر من دخول أراضيه على إقامة الوالدين في حال حصلوا عليها على أساس وجود كفيل مفاوضية اللاجئين أفادت أن الأمن العام علق تجديد الإقامة للسوريين منذ مطلع مايو الماضي مشيرة إلى أن سبب التعليق مؤقت ويعود لوجود تحسينات فنية لم يتم إضاحها في البرنامج الخاص بمعالجة ملفات اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفاوضية وتتزامن تلك الإجراءات مع توترات بشأن اللاجئين السوريين في لبنان آخرها إشكال وقع بين لاجئين سوريين ورجال إطفاء قرب مخيم كاريتاس في منطقة دير الأحمر وبعد تطور الشجار أقدم سائق سيارة الإطفاء على دعس خيمتين فيهما نساء وأطفال مما دفع بعض الأشخاص من أهالي المخيم لضربه الأمر الذي دفع القوى الأمنية للتدخل واعتقال ثلاثين سوريا اشتركوا في القناة